اشتركوا في القناة ورحب دولة سيد نجيب ميقاتي بزيارة سعادة وزير الخارجية للبنان وكلفه بنقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياته لهما بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها دوام النماء والازدهار واشهد ميقاتي بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البادين والشعبين الشقيقين مؤكدا حرص واهتمام الحكومة اللبنانية على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة معربا عن ثقته بنجاح القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل برئاسة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه من جانبه عرب وزير الخارجية عن سعادته بزيارة لبنان واللقاء بدولة رئيس حكومة تصريف الأعمال ونقل تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما له بدوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار مشيدا بما يشهده التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ونماء في مختلف المجالات